هناك عوامل كثيرة تؤثر على البناء الضوئي. يعني منطقيا ازا كان هو فيه شروط محددة. آآ لابد ان تتوفر لكي يحدث عملية البناء الضوئي. لهم اربع شروط. حد يذكرنا بيهم كده. اربع حاجات. والردد سانيتي لكربون والماء والوسط الأمدى والتربة. والكل اللي في. تربة. لا يعني حاولوا ننظم بس ايجابتنا اه. والدوء. وسانيكسيد الكربون والمادة الخضراء. والبلاستيدات الخضراء. المادة الخضراء. والماء. خلاص. والماء. يبقى هدي برضو من العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي. يعني ازا فوق الواحد منهم او كان بنسبة اقل مما يجب. هيأثر على اه سرعة عملية البناء الضوئي او اه كفاءة عملية البناء الضوئي. فاول واهم العوامل المؤثرة على عملية البناء الضوئي هو ثانيكسيد الكربون. هو عامل محدد لحدوث عملية البناء الضوئي. طبعا بخلاف الضوء يعني. الضوء ماشي هيمتص من المادة الخضراء وهيبدأ انه يتكون اي تي بي. لكن ملوش استخدام مش هيستخدم في غياب سانوكسيد الكربون. يعني لو نميت النبات في جو او بيئة خالية من سانوكسيد الكربون مش هتحدث في عملية. هو تعرض للضوء وموجود الماء وموجود كل الظروف اللي هي المناسبة. مش هيعمل البناء الضوئي. مش هيقوم بالبناء الضوئي لافتقاد والعنصر مهم جدا اللي هو سانوكسيد الكربون. رغم ان سانوكسيد الكربون نسبته بسيطة جدا جدا في الغلاف الجوي تصل الى تلاتة من عشرة في المية. تلاتة من المية في المية. الا ان هو هذه النسبة كافية للنباتات عشان تقوم بعملية البناء الضوئي. اه لكن زيارة تركيز سانوكسيد الكربون هتزود سرعة البناء الضوئي الى حد معين. يعني اي عملية اه بتحدد بمجموعة عوامل. لو انا زودت في هذا العامل ممكن ان هو تزيد سرعة هذه العملية تدريجيا. بس الى حد معين هو ده خلاص لحد الاقصى. يعني انا هزود تركيز سانوكسيد الكربون الموجود في بيئة النبات هتزيد سرعة عملية البناء الضوئي ولكن مش على طول مش يعني مش زيادة خطية او او كل ما زود لا ده هو ممكن ان هو يبقى بعد كده ضار للنبات. ممكن يبقى ليه اثر سام للنبات. فلذلك ممكن ان هو تثبت عملية البناء الضوئي لفترة معينة وبعد كده ممكن ان هي تقل نتيجة تعرض للنبات للسمية. ممكن ان هو تغلق الصغور بتاعت النبات. او يعني يحدث عراض فيسيولوجية مختلفة للنبات نتيجة التسموم بسانوكسيد الكربون. يبقى سانوكسيد الكربون من العوامل الهامة المؤثرة على عملية البناء الضوئي. طبعا التركيز العادي ولا يكون ثلاثة من مية في المية ده يعني يعني كافي بالنسبة للنبات. لكن كل ما بزود طبعا على حسب درجة تحمل النبات. يعني في نباتات تتحمل اه درجة واحد في المية مثلا من واحد من عشرة في المية مثلا من سانوكسيد الكربون. اه في واحد يتحمل لحد اه خمسة في المية عشرة في المية خمستاشر في المية. تمام? بعد ذلك ممكن يبقى له تأثير عكسي وممكن يبقى له تأثير اه سام بالنسبة للنبات. يعني ممكن تنخفض سرعة عملية البناء الضوئي نتيجة الاثر السام لثانوكسيد الكربون. لوجود بيئة مشبعة بثانوكسيد الكربون. فبالتالي هو بيغلق الصغور بتاعته بحيث انه يعمل حماية لنفسه من تأثير آآ سانوكسيد الكربون. يوجد اول العوامل واهم العوامل. لكن لا تحدث عملية البناء الضوئي في غياب سانوكسيد الكربون. طيب. الضوء. الضوء برضو من العوامل المهمة والمؤثرة بشكل كبير جدا في حدوث عملية البناء الضوئي. طيب هل تحدث عملية البناء الضوئي في الضوء الضعيف? تحدث عملية البناء الضوء في الضوء الضعيف ولكن بسرعة بسيطة او بكفاءة ضعيفة تزداد تدريجيا مع زيادة شدة الضوء الى ان يصل الى حد معين يتحمل النبات يعني هو المادة الخضراء دي لها قدرة استيعابية معينة تقدر يعني تمتص قدر معين من الطاقة الضوئية اذا زادت عن هذا القدر هتبقى برضو ضارة بالنسبة لهذه المادة الخضراء ممكن يتعمل تكسير لجزيئات المادة الخضراء او تكسير لجزيئات الكلورفيل موجودة في البلسيدات وبالتالي بيزداد معدل البناء الضوء تدريجيا مع زيادة شدة الضوء الى حد معين يعني انا عرضته لضوء شديد جدا مبهر تلاقي النبات يصفر ويموت يوم اتنين خلاص ليه? لان الضوء اللي هو العالي زيادة عن 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 طاقة اه احتمال البلورفيل يبدأ يعمل عمل كده سمعيني? ايوة تمام الصوت. تمام. العامل الثاني هو الضوء. العامل الثاني هو الضوء. قلنا بيزداد معدل البناء الضوء تدريجيا مع زيادة شدة الضوء الى حد معين. كلورفيل مش بيتحمل يعني الا قدر معين بحسب نوع النبات. النباتات الصحراوية ممكن تكون اكثر تحملا من نباتات اخرى. اه لشدة الضوء لان هي بتتعرض لشدة الضوء عالية. اه لكن على اي الاحوال له يعني قدر التحمل معين بعدها ممكن ان هو اه يكون له اثر سلبي على عملية البناء الضوء. يعني بزيادة شدة الضوء تزداد سرعة عملية البناء الضوء او كفاءة البناء الضوء الى حد معين. ثم بعد ذلك ممكن ان هي تقل كفاءة البناء الضوء نتيجة تأثيره على الفلورفيل الموجود في البلاستيدات بتاعت النبات. نتيجة تكسير الفلورفيل. يعني هو ممكن ان هو يتعرض انه يحدث تكسير للوحدات بتاعت الفلورفيل. اه فبالتالي بيتقل كفاءة البناء الضوء. دكتور لازم مصدر الضوء يكون. فضل. لازم مصدر الضوء يكون الشمس ولا عدد. لأم الشرط. لأم الشرط. هو ليه يعني ايه? اه طول موجي معين. خلاص عشان يحدث البناء الضوء. طول موجي معين. توفر من اضاءة الشمس مع الصوت ديها مشغالة ممكن اضاءة صناعية. سواء اضاءة صناعية او اضاءة طبيعية الاتنين ممكن ان هو يقوم بعملية البناء الضوء. مهم ان هو يتوفر الطول الموجي المناسب لحدوث عملية البناء الضوء. ودائما الطول الموجي المناسب بالنسبة للبناء الضوء بيكون في نطاق الضوء الاحمر والضوء الازرق. اللي بيشغل البناء الضوء نطاق الضوء الاحمر والضوء الازرق. خلاص? فاذا توفر من مصدر طبيعي او صناعي بيحدث عملية البناء الضوء. طيب نمرأ تلاتة درجة الحرارة. درجة الحرارة عامل مهم ومؤثر في يعني جميع العمليات الحيوية في النبات. طبعا هي بتؤثر بشكل كبير جدا على الانزيمات زي ما ذكرنا في المحاضرة السابقة. يعني اه لو فاكرين اللي هي الدرجة المثلة والدرجة القصوى والدرجة الصغرى. اللي هي بتؤثر على الانزيمات برضو بنفس الطريقة بتؤثر على عملية البناء الضوء. يعني النبات فيه نباتات شتوية ونباتات صيفية. نباتات شتوية معناها ان هي بتقوم اه بتعتحمل درجة حرارة عالية رجوبة عالية. تتحمل نباتات شتوية ممكن ان هي تتحمل درجة حرارة منخفضة او يكون انسب لها درجة الحرارة المنخفضة. لان برضو عملية البناء الضوء عملية محدودة بنشاط انزيمي معين. او منظومة انزيمية معينة. هذه المنظومة تتأثر بدرجة الحرارة. يعني لها درجة حرارة مثلة. وليها درجة حرارة قصوى. ليها كذلك درجة حرارة اه دنيا. فالنبات مثلا ممكن يكون النباتات اللي هي الصيفية. يمكن ان هي تتحمل درجة حرارة اه من ستة الى سبعة وتلاتين درجة مئوية. خلاص كل ما ارفع درجة الحرارة كل ما هتزيد كفاءة الانزيمات بتاعة البناء الضوء فبالتالي بتزيد عملية البناء الضوء او يحدث تسريع لعملية البناء الضوء. الى ان يوصل الى مسلا ده الحد الامثل اللي هي درجة مثلا سبعة وتلاتين درجة مئوية. بعد كده لو ارفع درجة الحرارة هيبدأ ان هو كفاءة هذه الانزيمات تبدأ ان هي تقل تدريجيا وبالتالي بيحدث بطء لعملية البناء الضوئي او يحدث نقص في كفاءة البناء الضوئي الى درجة معينة ممكن ان هو ما يتحملهاش النبات تحملهاش الانزيمات بتاعة البناء الضوئي فبالتالي بتتوقف هذه العملية هي درجة مثلا وليكن اكثر من خمسة وخمسين درجة مقوية فيحدث يعني انخفاض شديد لمعدل البناء الضوئي ممكن يتوقف هذه العملية تماما لو زارت عن هذه الدرجة اللي نعتبرها الدرجة القصوى لهذه الانزيمات نتيجة تخسر لهذه الانزيمات يعني درجة الحرارة بتؤثر على كل العمليات الفسيولوجية ومن ضمنها عملية البناء الضوئي طبعا عن طريق ايه عن طريق التأثير على الانزيمات الموجودة في عملية البناء الضوئي طبما الانزيمات دي لها درجة مسلة ولها درجة قصوة ولها درجة دنيا خلاص بنفس السلوك بتتعامل عملية البناء الضوئي مع درجة الحرارة بنفس السلوك بتاع الانزيمات لو هي نطاق الدرجة المسلة هتكون كفاءة عملية البناء الضوئي عالية جدا لو هي زادت او قلت عن الدرجة المسلة دي يبدأ ان هو تقل كفاءة البناء الضوئي الى ان يصل مثلا اه في حالة الدرجة الدنيا دي اقل حاجة توقف بعدها البناء الضوئي لو زادت الى مثلا درجة معينة اللي هي القصوى يتوقف بعدها البناء الضوئي ممكن ان هو اه يعني يحدث تخسر لانزيمات وممكن ان هو يحدث تلف بالنسبة لانزيمات اللي هي بتقوم بعملية البناء الضوئي لو زادت الدرجة عن الدرجة القصوى فدرجة الحرارة عامل مؤسل قوي جدا لعملية البناء الضوئي رابعا الماء زي ما ذكرنا من شروط حدوث العملية الماء انتصاص الماء من التربة الماء مادة اساسية هو بيركب سانوكسيد الكربون مع الماء خلاص بحيث ان هو يكون المادة الكربوهيدراتية او السكريات فهو طبعا يعني اه مش بس هو الوسط اللي بيحدث فيه التفاعل بيئة مائية لا هو كمان داخل في التفاعل نفسه ما قلنا الاكسجين اللي طالع اللي طالع من اله هذه العملية كان اصله الماء زرتين الهيدروجين بيرتبطوا مع سانوكسيد الكربون بحيث يكون المواد الكربوهيدراتية فهو احد المتفاعلات فهو مكون اساسي لا بد من وجود الماء لكي تحدث عملية البناء الضوئي وهو ليس فقط يعني المكان او الوسط اللي بيحدث فيه التفاعل لا ده هو داخل اصلا فيه التفاعل اه خامسا الاكسجين عشان خاطر اقدر ابني مكونات البناء الضوئي نفسها ابني المصنع او المطبخ بتاع البناء الضوئي ده ابني المواد الداخلة في الجهاز البناء الضوئي كمام الكلوروفيلات كذلك الانزيمات اللازمة لعملية البناء الضوئي كخطوة اولية لابد ان هو يكون موجود الاكسجين فده برضو يعتبر من العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي اه رقم ستة الكلوروفيلات او الاصباغ اللي هي اه تعتبر الاماكن او الوسط التفاعل اللي هو بيحدث فيه عملية البناء الضوئي اللي هي في الاساس هي بتقوم بامتصاص الطاقة وتحويل ان هي بتقوم بامتصاص الطاقة بآلية معينة وبتعمل لعملية تحويل الى طاقة كيميائية يستطيع النبات استخدامها. فالكلوروفيلات دي شرط اساسي ومكون اساسي من مكونات آآ البناء الضوئي لابد ان هي تكون موجودة بانواع معينة. يعني في النباتات الخضراء موجود مسلا الكلوروفيل ايه وكلوروفيل بي والبعض اللي هي ممكن يبقى فيه بعض الانواع الاخرى من الكلوروفيل. الطحالب بيبقى فيها انواع خاصة من الكلوروفيل والزانسوفيل وغير ذلك من الاصباغ المختلفة. آآ لكن بشكل عام في النباتات الخضراء بتبقى موجودة هذه الكلوروفيلات بحيث ان هي وظيفتها الاساسية هي تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية. مكانة فين بتبقى موجودة في البلاستيدات الخضراء في جسيمات معينة اسمها الجرانة اللي زكرناها في تركيب البلاستيدة يمكن في اول محاضرة. اللي عبارة عن اقراس كده فوق بعضيها مترصة زي آآ عملات معدنية مترصة فوق بعضيها كده. وتبقى موجودة محشوة به آآ هذه المواد الخضراء او الفلوروفيلات اللي وظفتها في الاساس ان هي لما بتتعرض للطاقة الضوئية بيحدث اثارة لهذه المركبات وتبدأ ان هي آآ تصب هذه الطاقة اللي امتصتها في آآ او جسيمات بحيث ان هي تستخدم في المرحلة التالية اللي هي آآ التفاعلات اللا ضوئية. طيب آآ زكرنا كده العوامل المؤثرة خلاص هنختم المحاضرة يعني. زكرنا كده العوامل المؤثرة على عملية البناء الضوئي منها ثانوكسيد الكربون والضوء ودرجة الحرارة والماء وكذلك الاكسوجين والاصباب او المادة الخضراء الكلوروفيل آآ هي العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي. هنختم بنظرية العوامل المحددة وتداخل العوامل المختلفة في عملية البناء الضوئي. طيب الكلوروفيل من العوامل الرئيسية والمهمة بالنسبة لي آآ حدوث عملية البناء الضوئي. زي ما ذكرنا ان هي التي تقوم بعملية امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها الى طاقة كيميائية. يوجد منها انواع عديدة طبعا بحسب نوع النبات. في لباتات بيبجى فيها كلوروفيل A كلوروفيل B بنسبة مختلفة. آآ في التحالف فيها انواع معينة من الخاص بها. وهكذا في تنوع يعني في المادة الخضراء اللي هي بتقوم بامتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها الى طاقة كيميائية. فلذلك هي برضو عامل مؤثر مهم جدا بالنسبة لي آآ النبات لكي يحدث لكي تحدث عملية البناء الضوئي هي من شروط حدوث عملية البناء الضوئي. طيب تكون الكلوروفيل ده. تكون الكلوروفيل في البلاستيدات بيحدث بتحفيز من الضوء. دي معلومة مهمة يعني. يعني النبات اللي بينمو في الظلام بيكون مفتقد ليه الاصباغ الخضراء. يعني لو عندي نباتين نميتهم في نفس التوقيت بس واحد عزلته عن الاضاءة والتاني نمى في الضوء. هل هيكون فيه فرط بين النباتين? ايوة يا دكتور. ايوة دكتور. طبعا هيكون فيه فرط ان هو اللي نمى في الظلام ده هيبدو مفتقد ليه الاصباغ الخضراء بتلاقي لون اصفر او عادي من لون او غير ذلك. بينما اللي هو معرض للاضاءة اه موجود باللون الاخضر. ايه الفرج بينهم? تعرض النبات للاضاءة بيحفز تكوين الاصباغ الخضراء في النبات. تحفز اه تكوين الاصباغ داخل اه النبات. طيب الاصباغ دي موجودة فين في النبات او في البلاستيدة موجودة في البلاستيدات الخضراء كما اتفق عليه. اه موجودة فين في البلاستيدات الخضراء موجودة في جسيمات معينة اسمها الجرانة هي عبارة عن اقراس كده كده موجودة متراصة فوق بعضية فيها محشوة بهذه المواد. هذه المواد لما بتتعرض للاضاء بيحدث لها اصارة فتمتص هذه الطاقة وتبدأ ان هي تحولها بطريقة ما او بآلية معينة الى جسيمات اي تي بي او جزيئات اي تي بي اللي هي تستخدم في التفاعلات اللا ضوئية في عملية تركيب السكريات من سانوكسيد الكربون والماء. هذا الكلورفيل طبعا وظيفته ان هو بيمتص الضوء. الضوء ده لابد ان هو يكون في نطاق الضوء المرئي. طبعا الضوء يعني ايه? اه يعتبر يعني اطوال موجية مختلفة. خلاص? الضوء المرئي اللي هو لابد ان هو يكون الكلورفيل معرض لنوعين من الضوء. يعني اما ان هو الضوء الاحمر يا اما الضوء الازرق عشان تحدث عملية البناء الضوء. يعني اقل اه معدل لعملية البناء الضوء مثلا بتكون في الضوء الاخضر. على خلاف ما يعتقد يعني الناس. لا الضوء الاحمر والضوء الازرق هو المؤثر في احداث عملية البناء الضوئي. لكن لو الضوء الاخضر هيكون اقل ما يمكن اه كفاءة البناء الضوئي اقل ما يمكن. ده بالنسبة لي واخر جزئية هنختم بها اللي هي نظرية العوامل المحددة وتداخل العوامل المحددة في عملية البناء الضوئي. اه اي عملية بيتحكم فيها عوامل مختلفة. يعني هنا دلوقتي عملية البناء الضوئي بيتحكم فيها عوامل كثيرة زي ما ذكرنا الماء وسنوبسل الكربون والضوء وغير ذلك من العوامل درجة الحرارة. ففي عوامل مختلفة بتؤثر في هذه العملية. فالعملية بتتأثر باضعف هذه العوامل. او اقل هذه العوامل. او اصغر هذه العوامل. يعني بمعنى لو انا اه بعرض النبات للعملية بتتأثر بشدة الضوء. بعرض النبات لشدة ضوء ضعيفة. هبدأ لو انا زودت شدة الضوء هو شدة الضوء اللي هتكون متحكمة في زيادة سرعة هذه العملية. في زيادة كفاءة البناء الضوء. يعني زودت شدة الضوء شيئا فشيئا تزداد سرعة العملية تدريجيا. الى ان تصل الى حد معين. لا يلزم عامل اخر ان هو يزيد هو يتحكم في هذه العملية. يبقى لو عملية معينة محددة بعدة عوامل. فيكون اه هذه العملية او سرعة هذه العملية زي عملية البناء الضوء بتتأثر باصغر او اضعف هذه العوامل. صاغها طبعا اه هذا المبدأ صاغه عالم اسمه بلاكمان. جاء لها طبعا من لونها بالاحمر. عندما تتوقف عملية ما على عوامل مختلفة فان سرعة هذه العملية يحكمه اضعف هذه العوامل. هو عمل تجربة معينة بانه هو طبعا اثر على عملية البناء الضوءي. بدأ ان يجيز النتاج بتاع البناء الضوءي او انتاجية البناء الضوءي من السكريات. بعد تعرضه لكميات مختلفة من سانوكسيد الكربون او تراكيز مختلفة من سانوكسيد الكربون. يعني بدأ ان هو يزود تركيز سانوكسيد الكربون شيئا فشيئا فليجي ان بيزيد معها انتاج البناء الضوءي وكفاءة البناء الضوءي. وفي النهاية طبعا الى ان توقفت عند حد معين وبدأت ان هي يؤثر سلبا على النبات. فهو كان اضعف هذه العوامل او اقل هذه العوامل هو سانوكسيد الكربون. لما بدأ يزود فيه كان هو المتحكم في سرعة هذه العملية. لو كان درجة الحرارة برضو اقل هذه العوامل لما يبدأ يرفع درجة الحرارة تدريجيا هتبدأ ان هي تزيد كفاءة العملية او كفاءة البناء الضوءي الى ان تصل الى حد معين خلاص يبقى فيه عامل اخر ممكن ان هو زيادته تسبب زيادة في سرعة عملية البناء الضوءي. طيب ده هنختم بيه وبعد كده هتبقى لنا جزئية التنفس. واتمنى تكون يعني استفدتوا من هذا المحتوى وبنعتزل مرة تانية عن اه مشاكل الانترنت بس ان شاء الله حاول اجمع المحاضرة على بعضها كده وانزلها لكم على اليوتيوب. فيه اي سؤال او استفسار قبل ما نختم طيب? طيب تمام السكوت معناه اني مفيش اي اسئلة. طيب بالتوفيق ونراكم على خير ان شاء الله بعد العيد كل عام انتم بخير جميعا. وان شاء الله عيد على الجميع. دكتور انا عندي سؤال. محدناه مفاتح السبيكر. انا عندي سؤال. اه كان بيقول ان الامتصاص بيحصل في عملية الامباد. اه بيتم بالتشرب ولا بالاسمسية? تشرب. اثناء عملية الامباد بالتشرب ايوة. اه حضرتك كان في الشرح وكده كنت بتقول اني بعض التشرب. حتى في تعريف التشرب لو رجعت تاني لتعريف التشرب كاتب بين قسين كده مثل البزور او قطعة خشب. في تعريف التشرب رجعتاني مثل البزور اثناء الامباد او قطعة خشب. تمام? تمام. في حد عنده ايه سؤال تاني? في ايه في الكتاب بيقولك اللي بيمتص الدول الاخضر والازرق. وحضرتك مكتبة عندك اللحمة والازرق. فاني مش هلقى بتاعي تحضرك لبان صعا? لا الاخضر لا الاخضر لا يمتص. مش مكتوب في الكتاب كده. خلينا اتأكد. مكتوب الاخضر والازرق. الاحمر والازرقة. مش الاخضر ابدا. هو اصلا الاوراق لونها افضر ليه? انا بسألكم سؤاله. ليه الوان الاوراق بتاعت النباتات خضراء? عشان في بيكسر صبغة الكرة في ايه والبي. لا سبب تاني. سبب فيزيائي. ايه امتصت كل الالوان مع ده اللون الاخضر فهو ده منعكس علينا. تمام. ما هو العين بترى الضوء المنعكس من الجسم. خلاص اللي لونه اخضر معناها امتص جميع الالوان وعكس اللون الاخضر فقط. فهو لو لو بيستفيد من الضوء الاخضر ما كانش ما كانش ظهر باللون الاخضر. تمام? طيب التوفيق للجميع وان شاء الله نراكم على خير بعد العيد. ازا كان في محاضرات حضورية او مثلا حتى لو استمرنا اونلاين ما فيش اي مشاكل. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. وانا معاكم لو في اي استفسار او سؤال ابعتولي عن طريق الواتساب او اي وسيلة وانا يعني ايه اه هدفي يعني افادتكم وان شاء الله اه ربنا يوفاكم جميعا. ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا